السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما في إطار استعداد الانتحان الموحد المحلي سأقدم لكم اليوم مجموعة من التمارين المأخوذة من موحدات محلية التمارين الأول سلبتام كل عصر المجموعة الأولى بالعصر الذي يناسب المجموعة الثانية إذا لدينا المصطلحات ثم ولدينا التعارف الليباز كما تتكرون ذلك فهو أنزيم يحفزه بطبيعة حالة تبصير جزائلي الدهنيات تبينيات الأنزيم كما ربما تبينينكم ذلك هذا عبارة عن مادة كيمية يتحفز التبصير الجزائي للأغذية فيما يخص الخملة المعاوية فبطبع حالة أمر تتعلق بالوحدة البنيوية لظاهرة الامتصاص المعاوي إذا الوحدة البنية والوظيفية التي تحدث على مستوى ظاهرة الامتصاص المعاوي فيما يخص اللعاب فعلا هو عبارة عن عصارة هضمية تحتوي على أنزيم النشوز التبصير الجزائي بطبيعة الحال فهو التفاعل كيميائي يحول جزائيات كبيرة إلى جزائيات صغيرة ننتقل الآن إلى التمرين الثاني كما نلاحظ يتمثل الوثيقة أليف رسم تخطيط لأهم الأعضاء المتدخلة في وظائف الأقتيات إذن السؤال حدد رقم واحد حدد وحدة المشاريع البنيوية والوظيفية لكل من المعاوية الدقيق الرئى والكلية إذن فيما يخص المعاوية الدقيق الأمر يتعقم الخملة المعاوية الرئى الأسناخ الرئاوية والكلية الأنبوب البولي سؤال رقم اثنان حدد الخصائص المشتركة بين الأعضاء الثلاث التي تجعل من كل منهم مساحة تبادلات مهمة بين الواسطين الداخل والخارجي إذن الخصائص الثلاث وهي مساحة شاسعة بطبيعة حالة بفضل تلك البنية المجهرية ثم وجود شبكة كثيرة من شعار الدموي بالإضافة إلى أن الجدار الفاصل بطبيعة حالة الواسطين الداخل والخارجي على مستوى هذه الوحدات بطبيعة حالة المجهرية والبنيوية والوظيفية يكون دقيق جدا يسمح بحدوط هذه التبادلات سؤال رقم ثلاثة على مستوى هذه الوحدات البنيوية والوظيفية تحدث تبادلات كما أشرت بين الواسطين الداخل والخارجي حدد هذه التبادلات التي تحدث بالنسبة لكل وحدة بنيوية ووظيفية إذن على مستوى الخاملات المعوية فعلا يحدث امتصاص مواد القيد بحيث تمر مواد القيد من جوف المعيد دقق في اتجاه الدم باستثناء الحماد الدهنية وكذلك الفيتامينات الدوابة في الدهون التي تمر نحو اللنف فيما يخص بطبع الحال أسناخ رقمية على مستوى تحدث تبادلات الغازية من الهواء السنخي والدم يمرت هناك الكسجين من الهواء السنخي في اتجاه الدم ويمرت هناك الكربون من الدم في اتجاه الهواء السنخي بطبع الحال هذه التبادلات تتم بفضل مبدأ انتشار الغازات الذي مفاده بطبع الحال ان الغازات تنتشر دائما من الحيز ذو الضغط المرتفع نحو الحيز ذو الضغط المنخفض على مستوى الأنابيب البابولية هناك مرور فضلات السماء البولة والحمل البولي وكذلك الفائد من الماء والأملاح المدينية من الدم في اتجاهه او داخل بطبع الحال هذه الأنابيب البولية ننتقل إلى التمرين التالي تمثل الرسوم أسفل مراحل الدورة القلبية رقم واحد تسمي كل مرحل من المراحل الدورة القلبية الثلاث إذن فيما يخص المرحلة الأولى بطبع الحال سوف نلاحظ ما هي الأكتر وضوحا إذن نلاحظ هنا بطبع الحال القباض أو تقلص البطيني مع انغلاق السميمات الودي بطينية والفتاح السميمات الشراييني إذن الأمر يتعلق بالانقباض البطيني هنا بطبع الحال التالية وهي الانقباض الأديني كما نلاحظ وتقلص الأدينتين مع انفتاح السميمات الودي بطينية وانغلاق السميمات الشراييني وأخيرا بطبع الحال المرحلة التالية وهو الانبساط العام سؤال رقم اثنان نرتب هذه المراحل وسني كل مرحلة إذن قمنا بتسمية هذه المراحل فيما يخص الترتيب ذا لدينا المرحلة الأولى وهو الانقباض الأديني المرحلة الثانية الانقباض البطيني والرحلة الثالثة الانبساط العام السؤال رقم ثلاثة أحدد بواسطة أسهم تجاه دوراً الدم على مستوى القلب إذن خلال الانقباض الأديني وصول بطبط حول انقباض البطيني بشكل متزامين مع انفتاح الصميمات أدينية بطينية فهذا بطبط حول يؤدي إلى مرور الدم من الأديني اليمنى نحو البطيني الأيمن ومن الأديني اليسرى نحو البطيني الأيزار مرحلة الثانية الانقباض البطيني في هذه الحالة هناك الغلق للصميمة الأديني بطينية تقلص أو انقباض البطيني بشكل متزامين مع انفتاح الصميمات الشرايانية في هذه الحالة نلاحظ مرور الدم من البطيني الأيمن نحو الشرايان الرئوي الذي ينقله في تجاه الرئة ومن البطيني الأيسر نحو الشرايان الأبار مرحلة الأخيرة بطبع الحال وهي الانبساط العام خلال هذه المرحلة هناك رجوع أو امتلاء الأدينتين بدم بطبع الحال ننتقل الآن إلى التبرين الرابع أجب بصحيح أو أمام الاقتراح الصحيح وبخطأ أمام الاقتراح الخاطئ ثم صحح ما تحتوي خط إذن الاقتراح الأول تؤدي أكسادة 1 جرام من الجليكوز إلى تحري 17 كيلوجول من البطاقة إذن فعلا الجواب صحيح يتعاكر مع الجير بوجوده غاز توناء أكسي الكربون كذلك اقتراح صحيح يتم هضم الفيتامينات والأملح المدينة على مستوى المعيدة إذن الفيتامينات والأملح المدينة مقصد الجزائية بسيطة لا تخضع لي التبصيد الجزائي ولكن المطلوب بطبع الحال أنه صحح ما تحتوي خط إذن في هذه الحالة الغذاء الذي يخضع للهضم على مستوى المعيدة سيكون بطبع الحال وهو البروتيدات فيما يخص الاقتراح الموالي تتكون البروتيدات من أحمد الدنيا إذن الجواب خطأ بطبع الحال إذا الغذاء الذي تتكون من أحمد الدهنية فهو الدهنية وليس البروتيدات فيما يخص اقتراح المواري التنفس الخلوي هو أكسدة مواد القيط العضوية فعلا اقتراح صحيح هناك تفاعل لتناء أكسجين مع مواد القيط العضوية الشي الذي تشعرونه بطبع الحرير الطاقة وأخيرا تمر الغازات التنفسية من المكان أو الحيز للضغط المرتفع نحو المكان أو الحيز للضغط المرتفع الاقتراح صحيح مبدأ انتشار الغازات كما أشرنا إلى ذلك سابقا تمرين الخامس تقوم السلطات الصحية بإضافة بعض المواد إلى الأغذية الأكثر استعمالا مثل إضافة ماء اليود إلى ملح طعام للحد من بعض الأمراض فقط غذائية السؤال رقم واحد ما يسمى المرض أو الفاقة الغذائية الناتشة عن نقص مادة اليود للأمر التي تعلق بمرض التدرق أو الكواتق أذكر أعراض لهذا المرض إذا انتفاق الغدى الضرقية جحوط العينين إجراءات وقائية بطبع الحل بكل بساطة تناول أغذية غنية باليود مثل فواكه البحر تمرين السادس يبين الملحنة جانب تطور تركيز الغليكوز في البول على طول البنية الكلوية وهو الألبوب البولي في مواقع متتالية من المحفظة الموقع رقم واحد إلى الألبوب مجمع وموقع رقم خمسة السؤال رقم واحد كيف يتغير تركيز الغليكوز على طول الألبوب البولي محور العبودي يمثل لنا بطبع الحل تركيز الغليكوز بالجرام في الليتر إذا الملحنة تطور تركيز الغليكوز داخل بطبع الحل الألبوب البولي إذن المطلوب في السؤال رقم واحد كما أشرت كيف يتغير تركيز الغليكوز على طول الألبوب البولي إذن على مستوى الموقع رقم واحد كما نلاحظ كان تركيزه مرتفعا 0.8 جرام في الليتر أما في الموقع رقم اربعة فنلاحظ أنه بطبع الحل أصبح تركيز أبقى اختفى بطبع الحل تركيزه في الحلاء 0 جرام في الليتر إذن هنا تناقص لتركيز الغليكوز داخل الألبوب البولي إذن تناقص تركيز غليكوز إلى صفر في الموقع رقم 4 إذن وصل صفر غراف الليتر في الموقع 4 تلاقل من صفة فصيلة 8 غراف الليتر على مستوى المحفظة سؤال رقم 2 رغم وجود غليكوز في الأنبو البولي فإنه ليس من المكونات العادية للبول بما تفسر ذلك إذن في هذه الحالة بطبع الحال ماذا يحدود هناك ظاهرة إعادة امتصاص الغليكوز 100% سؤال رقم 3 ماذا يدل على ماذا يدل وجود الغليكوز ضمن مكونات البول عند بعض الأشخاص في هذه الحالة الأمر يتعلق بالإصابة من مرض السكر اللي تذكيري فقط بطبع الحال فإنه عتبت إبراس غليكوز وهي 1.7 غراف الليتر إذن عندما يتجاوز هذا التركيز في الدب بطبع الحال نجده ضمن مكونات البول شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله